السلام عليكم هل سألت نفسك يوما ما ما هو التخصص أو الميول أو الاهتمام الذي تود أن تكون عليه في المستقبل هل سألت نفسك ما هو الهدف أو الشغف الذي أتمناه وأود تحقيقه في المستقبل الكثير مننا يسأل هذه الأسألة ولا يعرف الإجابة والكثير أيضا راسلوني بهذا الموضوع بخصوص تقنيات أو طرق لإكتشاف الشغف الخاص به عشانك لو أنت مهتم عزيز المشاهد لإكتشاف شغفك وعاوز تحقق أحلامك وأهدافك تابع معي هذه الحلقة بعد هذا الفاصل أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد بحب أذكركم ضرورة الاشتراك في قناتي وضغط على زر الجرس حتى تصلكم الكورسات المجانية التي أنا أرفعها دائما على قناتي كورس كيف تأسل مشروعك الخاص برأس مال بسيط وكورس استراتيجية من محيط الأزرق وزيادة أرباحك ومبيعاتك بالإضافة إلى أن الكورسات الجديدة التي سنرفعها بإذن الله تعالى فتابعوا كل جديد في قناتي 10 Minutes ودعونا أعزائي المشاهدين نتعرف على كلمة الشغف الشغف هي كلمة تعني ما يغلف القلب وورد يذكرها في قصة يوسف عليه السلام عن امرأة العزيز قد شغفها حبا أي لا تفكر إلا فيه والشغف هو أقوى درجات الحب وأقواها ويقال أن الشغف المتناغم حسب ما ورد ذكره لدى علماء النفس هو أن يختار الإنسان ويفعل ما يحبه ويرغبه وهو أقوى أنواع الشغف والآن قبل بدعة الزي المشاهد خلينا أذكر لك سؤال وردني من أحد الشباب يبلغ من العمر الثلاثين عاما لا يعرف شغفه حتى هذه اللحظة أو حتى هذا العمر فسألته بعض الأسئلة هل تعلمت مجال معين هل تشاهد دورات معينة هل تقرأ الكتب هل تطلع هل لديك معارف هل لديك خبرة في مجال معين هل أنت مميز في مجال أو تخصص أو هواية فأجابني بمعظم الأسئلة لا 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 إذن كيف سوف تتعرف على شغفك بدون الخوض والإنخراط في هذه الممارسات والتعرف على الجديد والإنخراط في الدورات التدريبية أو في قراءة الكتب أو في مجالات مختلفة إذن كيف ستتعرف على هذا الشغف وأنت لم تنخرط في هذه الفعاليات بتلك المشكلة عزيزي المشاهد أنا جمعت إليك بعض التقنيات والوسائل الناجعة اللي حدفتك في اكتشاف شغفك ولا يكون لك مبرر بعد اليوم من العمل على هذا الشغف ووضع خطة منظمة ومحكمة لأنه أنت تعمل على شغفك وتطور من هذا الشغف حتى أنت تشطل عليه وتصبح على ما أنت تحلم به في المستقبل خلينا نبدأ عزيزي المشاهدين بأول تقنية وهي أنه أن تجي برقة بيضاء وتجلس على طاولة في مكان لوحدك في مكان أنت بترتاح له نفسيا وتحاول تفكر وتطور على نفسك الأسئلة ما هي المجالات أو التخصصات أو الميون اللي أنت تستمتع عندما تقرأ عنها أو عندما تشاهدها أو عندما تسمع عنها شو هي المجالات والتخصصات اللي أنت بتشعر بها بالاستمتاع الوقت ينضي ولا تشعر بهذا الوقت خلينا نشوف يعني شو المجالات والتخصصات اللي أنت بتهواها وسجلها على ورقة بيضاء وأيضا سجل المجالات والتخصص اللي أنت طبعا بترغبها أو بتحبها أو لك ميول بها يعني بدرجة معينة هذه طبعا المجالات أنت حتصنفها من يعني واحد لعشرة وحتعطيها أيضا سكور من واحد إلى عشرة يعني على الأقل أذكر عشر مجالات مثل الطبخ الرسم الطب التمريض التمثيل الفن يعني أمور كثيرة ومجالات كثيرة ممكن أن تسجلها على هذه الورقة تمام وتعمل سكور لكل مجال طبعا أعلى سكور حيكون هو عبارة عن الشيء اللي أنت بتحبه أو بترغبه أو بتستمتع فيه لما بتجاهده أو بتسمعه أو بتقوم بهذا الفعل إذا نركز على هذا المجال أو على هذا التخصص حاول أنه أنت تسخر كل طاقتك وجهدك لهذا المجال لأنه هو هيكون هو مجال شغفك ومجال نجاحك وتحقيق أحلامك وأهدافك وبنذكرك عزيزي المشاهد أثناء تسجيل هذه المجالات أو التخصصات حاول تركز على اختيار المجالات اللي أنت مميز فيها أو لك منطقة قوة أو مساحة أو لعبة نادرة بهذه المجالات حاول تركز على هذه المجالات أيضا وتركز على المجالات اللي الناس بيسألوك فيها يعني لما بدهم يسألوا عن البزنس ممكن يلجأ أولا أحمد فبالتالي أنت هيك معروف بهذا المجال ومعروف بقوتك وتخصصك في هذا المجال فبالتالي ممكن يكون هذا شغفك فأيضا خلي بالك من هذه النقاط لأنه ممكن هي تكون اكتشاف لشغفك اللي أنت تجهل لهذا اليوم وصلنا معكم أعزيزي المشاهدين إلى نقطة الثانية وهي كيف أتأكد من أن هذا المجال أو التخصص هو شغفي اللي أنا حددته فيه النقطة الأولى خلينا نضرب مثال على الرسامين لو أنت شخص بتحب الرسم أو الفن ممكن تستعين بشخصيات بتحب الفن أو الرسم ممكن تذهب إلى جمعيات ترعى الفنانين ممكن أنت تحضر المنتديات المجالس الأمور اللي بتهم الفنانين والرسامين لا ممكن أنت أيضا تشتري أدوات الرسم وتبلش ترسم من الآن فصعد يعني حاول أنه أنت تنخرط في النشاطات اللي طبعا بيهواها الفنانين والرسامين لو وجدت أنت نفسك مستمتع وتميل وتحب وترغب هذا المجال ولا تشعر بضيق أو ملل أو كلل ولا تشعر بالوقت تمضي فهذا هو الشغف الخاص بك وانضي على بركة الله في هذا الشغف وصلنا معكم أعزائي المشاهدين إلى نقطة الثالثة وممكن حضرك سألني سؤال لو أنا لم أكتشف شغفي في الطريقة الأولى فماذا أفعل؟ بحكي لك الأمر بسيط حاول تلجأ للطريقة العملية أو المبارسة العملية للأشياء المختلفة يعني حاول تدخل دورات جديدة ومختلفة لم تدخلها من قبل حاول تقرأ كتب متشابهة ومتناقضة في مجالات وعلوم مختلفة حاول أنه أنت تسافر على أماكن لم تزورها من قبل حاول أنه أنت تمارس هوايات لم تمارسها من قبل تعرف على أصدقاء جدد تعرف على هوايات تعرف على أنشطة مختلفة متناقضة متشابهة يعني حاول أنه أنت تجرب كل شيء ولكن ما يفيدك أو ما يضيف قيمة إليك ويضيف لخبرتك قيمة من تلك الطريقة ممكن أنت تتعرف على شغفك الذي يراودك وممكن أنه أنت بطريق الصدفة يعني من خلال ممارسة بتنفيذ هذه الأشياء أنه أنت تتعرف على هذا الشغف وصلنا معكم لنقطة رابعة أزائل المشاهدين وهي كلام الناس الكثير من الأشخاص السلبين وأفكارهم السلبية يؤثرون على الأشخاص الذين يودون تحقيق أحلامهم والعمل على شغفهم للأسف الكلام المحبط والكلام السلبي والأفكار السلبية لكثير من الأشخاص يؤثر على الأشخاص الذين يحققوا الشغف الخاص بهم ويحققوا أهدافهم فسرعا ما يتراجع نتيجة هذا الكلام المحبط والشعور السلبي والتفكير السلبي الذي يؤثر به هؤلاء الأشخاص السلبيين فبالتالي الكثير من الأشخاص للأسف ماتت أحلامهم عندما فقدوا الشغف وعندما استمعوا إلى هؤلاء الناس المحبطين لذلك لا تجعل هؤلاء الناس يؤثرون على شغفك وأحلامك وأهدافك وانضي في طريقك في تحقيق الشغف والعمل به حتى تحقق الأهداف وبالتالي تصبح حياتك ذات قيمة كبيرة وتحقق الفائدة المرجوة من خلافتك على هذه الأرض وصلنا معكم أعزائي الشلوطة الخامسة وهي الشغف وعلاقته بالوقت الوقت يمضي بسرعة لن تشعر بأي وقت وأنت تمارس شغفك الشغف لا يجد ماهو إحساس بالوقت فأنت تمضي وقتا رائعا وممتعا وتستمتع في هذا الوقت الذي يمضي فعندما سؤل موسيقي مشهور متى يكون الويك اند لديك فأجاب أنه ليس لديه ويك اند على الإطلاق وذلك لأنه يعمل وهو يستمتع لا يشعر بالوقت ولا يحسب له حسابا لذلك فأنت عزيزي مشاهد إذا نظرت إلى الساعة وأنت تقوم بدراسة أو بتخصص أو بمرسة عمل معين فأنت لست على الطريق الصحيح أو أنت لست على الشغف الصحيح لذلك ابحث عن شغفك فورا وبسرعة ولا تضي وقتك وعمرك في الشغف الذي ليس هو لك أو الذي لن تكون عليه في المستقبل أما بالنسبة لنقطة السادسة وهي مهمة جدا وأنصح بها وهي ضرورة وضع هدف وخطة محكمة ومنظمة لممارسة هذا الشغف بشكل عملي طبعا بعيدا عن زحمة العمل وضغوطاته المختلفة عشان أنت تطور من شخصيتك وتطور من شغفك لازم أنت تضع خطة محكمة ومنظمة وتمشي على هذه الخطة الموضوعة وبختم عزيزي المشاهدين بنقطة سابعة وهي نقطة مهمة وخطيرة جدا لأنها لها أثر كبير على مستقبلك وعلى الشغف الذي تختاره فهناك قصة شاب سفر إلى الدول الأجنبية ونهل درجة الدكتوراه في المجال أو التخصص في العلوم البترولية ثم رجع إلى بلاده ليمارس هذا الشغف فلم يجد وظيفة للأسف لأن الدولة التي يقتن بها هي لوست دولة نفطية لذلك فهو تخصص في مجال آخر وهو التسويق الإلكتروني وأصبح يمثل قصة نجاح في هذا المجال أو هذا التخصص لذلك إخواني الأزاء والمشاهدين الكرام حاول أنه أنت تختار شغف أو مجال أو هدف هذا التخصص يكون ملائم إلى كل شخصيتك وكل نجاحك أيضا يكون ملائم لمتطلبات واحتياجات السوق يعني لازم يكون هناك تناغم وتوافق بين المجال اللي أنت بتختاره والشغف وبين أيضا متطلبات السوق حتى لا تفاجأ بمشكلة كبيرة في مستقبلك أو أثناء تحقيق أهدافك والسير على طريق الشغف أعزائي المشاهدين هيك أنا بكون وصلت معاكم نهاية حلقتي لهذا اليوم عن موضوع الشغف وكيفية اكتشاف شغفك بتمنى أكون يعني وصلت لحضراتكم المعلومات والطرق والتقنيات اللي أنت ممكن تختار فيها الشغف بناء على الحب لهذا المجال أو التخصص إن شاء الله تستفيد من هذه الحلقة وشير هذه الحلقة إلى غيرك من الناس عشان ننشر القيمة والمعرفة بين الناس وبتمنى أنكم تتابعوا قناتي وتشيركم فيها وما تنسوا الضغط على زر الجرس عشان يصلكم الجديد والكورسات المجانية لأن أنا بأرفعها دوما على قناتي 10 مينت بشوفكم على خير وأختم حديثي بقول الله عز وجل ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابنة وإليك المصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة